شاهدنا ملف النشر بعد هذا الفاصل يرتقب أن يلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي هذا الخميس بكل أمير الجمهورية لقاء سيكون بأجندة تسييرية تكوينية لفائدة منتخبية الشعب وكذا ببرنامج خاص بالوضع الاقتصادي الراهن ومحل البلدية من كل التحولات التي تعرفها البلد 2541 رئيس بلدية يلتقون هذا الخميس بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في ندوة تحمل طابعة توجهات الأولى للأميار الذين اختارهم الشعب في محليات نوفمبر الفارض لقاء سيكون بطعم التحديات التي تنتظر الأميار الجدد المطالبين بالتقشف أكثر وإيجاد سياق اقتصادية لتدعم خزينة البلدية هو كذا تحصيل الجباية المحلية التي تعاول عليها الدولة من أجل الدفع بعجلة التنمية أبجديات تقنيات التسيير للمنتخبين الجدد عنوان الندوة التي سيحضرها الأميار بمحفظة المتربسين في ظل قانون جديد للجماعات الإقليمية سيعمق بشكل غير مسبوق مبادئ لا مركزية في التسيير استراتيجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستحاول إيجاد حلول للفجوة الحاصلة بين المير والمنتخب خطوة ستكون طريقا لحل الانسداد الحاصل في البلديات وحسنا منيعا أمام الأميال للابتعاد عن سوء تسيير مرفق البلدية وسوء التسيير الذي كانت نهايته في عهدات سابقة السجون إذن مشاهدين للحديث أكثر عن لقاء الوزير بدوي بأميالي الجمهورية أسعد باستضافة سيد الأخضر عمارة المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أهلا بك سيد مرحبا إذن سيدي بداية ما جاء في تقرير حول اللقاء المرتقب لوزيري الداخلية هذا الخميس هو تفصيل للوضع الراهن ولأجندته الأميال هل لك أن تضعنا في أو تمنحنا صورة الخطوط العريضة لهذا اللقاء المرتقب هذا الخميس هو منذ ثلاث سنوات شرعت الوزارة في احتفاء بالبلدية من خلال تنظيم يوم مخصص للبلدية وهو يوم بشأنه من خلاله أن نقف على الأشواط التي قطعتها الجمعات المحلية وعلى وجه الخصوص البلدية تقييم أوضائها ورسم خطط لمستقبلها ونحتفل به في 18 جوفيي ويتزامن هذه السنة مع مجالس منتخبة جديدة أمامها تحديات كبرى ومن الطبيعي أن مع شروع في عهدة جديدة أن يتقابل مع الوزير الداخلية الجمعات المحلية مع جميع المنتخبين لرسم خارطة الطريق والوقوف عند كل الاختلالات التي عرفتها البلدية في السابق من أجل تجنبها ووضع الإجراءات الكفيلة لأن تلعب هذه البلدية ما هو منتظر منها في مستقبلا وعلى وجه الخصوص من خلال ما تصب إليه السلطات العمومية في مجال تحوير الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الجباية المحلية تنويع النشاطات إلى آخره وتنويع مصادر الرزق للاقتصاد الوطني وبالتالي لابد للجمعات المحلية أن تندمج في هذا المنظور وتكون خلاقة لثروة هذا هو التحدي الأكبر وبطبيعة الحال قبل هذا التحدي هناك تحديات تتمثل في تصحيح بعض الاختلالات لا سيما في مجال تحقيق المداخل التي تحوزها البلدية وتوظيفها توظيف راشد لما يفيد البلدية وتنمية البلدية إذن بالحديث على الاقتصاد المحلي والجباية المحلية الوزير نوردين بدوي تحدث كثيرا في عدة خرجات عن الجباية المحلية وضرورة تحصيلها من قبل البلدية هذا القرار أفرز إن صح القول أو بين قوسين بلديات فقيرة وبلديات غنية هل الوزارة وضعت برنامجا للتعامل مع هذه البلديات التي لا دخل لها من جباية محلية وكيف ستتعامل الوزارة مع هذه البلديات هل هناك برنامج لمساعدة البلدية في برامجها أو في مشاريعها المحلية هو مساعدة الدولة دائما كانت موجودة بالنسبة للبلدية لمدخل تحاول عن مقليل لكن لا أشاطر الرأي وهذا المفهوم الذي نحاول نرسخه لم يكن هناك بلديات فقيرة وبلديات غنية هناك بلديات ربما متقدمة أو متطورة أكثر من بلديات أخرى وهناك بلديات لا تعرف تنمية كافية بما يكفل حاجيتها هناك قدرات في البلديات هناك أقاليم لما نتكلم عن البلديات نتكلم عن أقاليم هذه الأقاليم فيها مقدرات وهذه المقدرات لا بد أن تثمن إذن قضية ما هي قضية فقر وغناء بقدر ما هي قضية نشاط اقتصادي بقضية ما هي تثمن مقدرات لتمكين هذه البلديات هذا هو الشيء الذي نصبه إليه من خلال أولا من خلال الاستراتيجية التي نوضعها لتصحيح بعض الأوضاع ولكن أيضا من خلال ما نصب إليه لوضع نظام قانوني لوضع جيباية محلية وتطويرها بما يكفل موارد كفيلة بضمان التنمية المستدامة لهذه البلديات أكيد سيد عمار عن اللقاء سيكون أيضا فرصة للحديث عن الإنسداد في البلديات ومحاولة إيجاد طرق لحلحلة هذا المشكل الذي لطالما عدنا وتحدثنا عليه مع كل انتخابات محلية فبفعله تتعرقل مشاريع أو العجلة التنبوية بسبب صراع حزبي عن المناصب وكذا بسبب اللجان التنفيذية أدعوك لمتابعة هذا التقرير ثم نوصل حديثنا عن المشاكل ومشروع وزارة الداخلية أكثر من شهر ونصف مرة على محليات الثالث والعشرين نوفمبر لتسجل بذلك أغلب المجالس البلدية عبر ولايات الجمهورية نذكر منها على سبيل المثال للحصر تيزيوزو تيبازا العاصمة بومرداس والغواطة انسدادا بسبب صراع الكتل الحزبي عن اللجان التنفيذية والمندوبية البلدية مراجعة القانون العضوية المتعلق بالانتخابات والذي عدل سنة 2016 جاء بعد الحصيلة السلبية التي سجلتها المجالس المحلية خلال السنوات الأربع الأخيرة ورغم ذلك لم يعالج مشكلة الانسداد بسبب إخفاله للمدولات المتعلقة بتشكيل اللجان والأعضاء ومعالجته فقط لمدة اختيار رئيس المجلس سواء البلدي أو الولائي المدة 46 الموجودة في الفرع الرابع من قانون الجماعات الأقليمية تطرقت إلى الحالات التي يتم فيها حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده ومن بين هذه الحالات عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطن وطمأنينتهم في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب في حال حل المجلس الشعبي البلدي يتدخل الوالي خلال العشرة أيام التي تلي قرار حل المجلس ويعين مساعدين ومتصرفين عند الاقتضاء توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية وهو ما تضمنته المادة 48 في قانون الجماعات الإقليمية حالة الانسداد التي تخيم على عدة بلديات بولاية الجمهورية قد يرجع سببها الأول إلى الثغرات الموجودة في القانون المتعلق بالانتخابات المحلية المعدل سنة 2016 ما قد يعطل أيضا مصارح المواطن ويحيلن على تساؤلات عدة مفادها من يتحمل مسؤولية الصراع في البلديات الأحزاب أم الإدارة إذن سيدة مارة عودة إلى الحديث عن مشكلة الانسداد الذي يخيم وانصح القول على بلدياتها الجمهورية هل هناك أرقام دقيقة انصح القول عن هذه البلديات التي تعاني من هذا المشكل وفي رأيكم من يتحمل مسؤولية ما يحصل في البلديات في البلديات وكيف ستتعامل وزارتكم مع هذا المشكل لما نتكلم على الانسداد هي ظاهرة لكنها ليست بالظاهرة العامة هل هناك أرقام واضحة ومثلا في العهد التي فاتت عرفنا سجلنا إحصاء 200 حالات انسداد لكن 200 حالات انسداد هي حالات انسداد ضرفية كان حالات انسداد تحل على بعد مدة عشرة أيام كان بعد مستشيون كان بعد شهر إلى آخره كان حالات انسداد التي نشأت وانطفت كان حالات انسداد خلال المرحلات أيضا ما هيش حالات دائمة وبالتالي ليست بالظاهرة وماذا عن العهدات الحالية مقارنة بالعهدات السابقة أولا العهدات الحالية بدون شك كنتم تعرفوا أنه فيه المادة 80 من القانون العظيم تعلق بنظام الانتخابات التي ألغيت والتي كانت تنظم طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هذه المادة تم حذفها من قانون الانتخابات وارجعنا للقانون البلدية المادة 65 اللي تقضي بانتخاب بإطفاء رئاسة المجلس إلى متصدر القائمة التي حازت بالأغلبية نحن نعتقد أنه مدام أن هذه القائمة حازت الأغلبية ومدام أن متصدرها هو الرئيس من شأنها أن تحل كثير من الانسدادات التي عرفناها في السابق هذا من جهات أيضا من من خلال من خلال الممارسة اليومية الروتينية الروتينية هناك كثير من الانسدادات التي كنا نعرفها واللي هي ذات طبع في الحقيقة شخصي أكثر منها شخصي لا يتعلق بشأن العام لا يتعلق بأمور التي تخص البلدية مباشرة هي مسائل شخصية غالبا مات ولكن ولكنها ظرفية الآن نحن نحن نعتقد أنه بفعل حذف المادة ثمانين أولا وثاريا بفعل بمقتضى التحديات التي تنتظر البلدية والدور المعنوض بها مستقبلا في مجال التنمية في مجال تشجيع الاستثمار في مجال كذا سيعطي أكثر ديناميكية وأكثر أكثر كيف يقولون بوكو فلوس دانتيري أهمية بالنسبة الدور لمن نطه بالبلدية وبتالي على المنتخبين المحليين أن يطلعوا بهذا الدور ونحن نأمل أنه لا نستقبل نستبيق الأحداث نأمل أنه هذه المجالس ستكون في مستوى الدور المعنوط بها وفي كل الحالات هناك مرافقة للإدارة سواء على مستوى المسؤولين المحليين السادة الولاد بالحصوص في مرافقتكم للبلديات والحديث عن ديناميكية البلدية أعطيتني رقم أنه في العهدة السابقة ستجلتم أكثر أو ما يقارب 200 إنسداد في البلديات في بداية العهدة الحالية هل هناك رقم واضح؟ أنه هذه إنسدادات هو مجموعة الإنسدادات التي عرفناها خلال كل العهدة وبالتالي في ظرف معين ممكن يكون إنسداد 12 مقارنة بالعهدة الحالية هل هناك رقم واضح؟ العهدة الحالية هذا وإن بدأت مازال عندها قرابة لا ما نقدر نقول إنسدادات لابد أن نعطيه الوقت الكافي لهذه المجالس هذا وإن نصبت منذ شهر ديسمبر لكن السرعة لا يزال قائما عن اللجان التنفيذية والخصص لديها معلش لابد نعطيه الوقت الكافي لهذه المجالس أن تتفاعل فيما بعضها وبالتالي لن نظر نشرح طول هذه الإنسدادات وفي كل حالات في حال ما تكون في إنسدادات هناك إجراءات حتى نضمن استمرارية المرفق العام والتكفل بشأن المواطنين بالحديث عن الإجراءات كيف ستتعامل مصالح وزارة الداخلية مع هذه الصراعات التي ذكرت بأنها صراعات شخصية لا أكثر الإجراءات أولا هي فيه دائما فيه لقاءات فيه تشاور فيه تحسيس إلى آخر هذا من جهة ولكن من جهة من جهة أخرى هناك إجراءات قانونية وتنظيمية تسمحنا باستمرار المرفق العام وأيضا نحن مقبلين على مراجعة للقانون الذي يحكم البلدية ويحكم الولايات أو من نتكلم عليه الآن قانون الجماعات الإقليبية لسوفا يتطرق للكثير من القضايا من بينها هذه القضايا المتعلقة بالاختلالات التي تعرفها البلديات أو بالنسبة لصلاحيات البلديات أو بالنسبة لدور المنتظر من البلديات وعطائها أكثر إمكانية من صلاحيات البلديات أعود بك قليلا إلى الخلف بالحديث عن الجباية المحلية هل حققت البلديات أو الجباية المحلية ما كانت تصب إليه سابقا وماذا عن ما ترونه مستقبلا في هذا القرار أو ما تنتظرونه بخصوص هذا القرار في هذه العهد هو الشيء بالنسبة للمجال الجباية المحلية هو في مجال الجباية تخضع لجهة واحدة هي وزارة المالية وتحديد الرسوم وما يشبه ذلك لكن نحن نصبه إلى تأسيس لجباية محلية وفق قانون يضبطها وينظمها هذا ما نعمله وما نعمله عليه هذا القانون الذي يهدف إلى إعطاء أكثر موارد للبلدية والصلاحيات في مجالة ما لتحديد مستويات الرسوم حسب طبيعتها على كل الحديث سابق مثلا أعطينا مثال أولا نستخدصصي في الموضوع ولكن الحديث سابق لأول القانون لا زل في مستوى التحضير لكن الهدف منه هو إعطاء إمكانية بش تكون أكثر مداخل للبلديات حتى تتمكن من تغطية حاجيتها أولا في مجال التسيير وأيضا لضمان تنمية مستدامة على مستوى سيد عمارة أعطي مثالا فقط أعتذر لأنني قطعتك بالحديث عن الجباية المحلية وما يمكن للبلدية أن تحصلهم من هذه الأموال أو هذا الاقتصاد المحلي بالحديث عن هذا الموضوع ممكن أن أستطرد بمثال مؤسسة سونة المقر الاجتماعي في بلدية حيدرة والنشاط في الجنوب الجزائري لماذا عائدات هذه المؤسسة لا تعود إلى هذه الولايات الجنوبية وتستفيد منها بلدية جنوبية وتعود إلى بلدية حيدرة مثلا شوف شوف نحن نحن هناك نحن عدنا دولة وعدنا نظام جبائي واحد وهذه الدولة تكلف بالسياسات الكبرى للدولة وأيضا تقسيم وتوزيع الموارد حسبها هناك الكثير من المساعدات التي تعطيها الدولة من خلال البرامج سواء كانت برامج قطاعية لتنمية أو برامج محلية كانت برامج إلمائية للبلدية أو من خلال المساعدات التي تعطيها الدولة وبالتالي القانون الممكن نتكلم عليه طبعا بالحديث على هذا القانون من شأنه لما قلنا نؤسس لجيبائي المحادية القانون في حدي ذاته ما هو مرجو ما هو متوخم من خلاله هو أن نوضع ضوابط لتحقيق مداخيل حقيقية للبلدية حسب نشاط الاقتصادي المتواجد بها ولكن أيضا حسب ما تبادره به هذه البلدية أيضا لتوسيع النشاط الاقتصادي على مستوى إقليبها يعني المسؤولية ملقاة على البلدية والأمير في هذه الحالة لخلق مصادر ثروة ومصادر اقتصادية لتمويل أكيد نحن نضع الأطر نضع الإمكانية القانونية الإمكانية التنظيمية أكيد أنه فيهم مرافقة من ناحية سواء من ناحية المساعدة الممكنة لتبدأ الدولة أو من ناحية تكوين المنتخبين المحلين تكوين المشرفين على الإدارة المحلية على مستوى البلدية عصرنت إدارها إعطائها وسائل كافية للنهوض بهذا الدور لكن الدور الرئيسي مستقبلا يبقى على رئيس البلدية والمجل الشعبي البلدي إذن مثل ما يقول الحمل ثقيل والطريق طويل بالعودة إلى مشكلة الإنسدادات هناك مشكلة أيضا يرافق هذا المشكل والمتعلق بالضرورة الأولى بالإطعام المدرسي البلدية تجد دائما عائق في هذا المشكل خاصة إذا كان هناك إنسداد لا أنا قلت أنه أولا البلدية تتكفل بالإطعام المدرسي وفيها مرسوم مصدر مؤخرا يكلف البلديات بالقيام بهذا الدور المعنوط بها لكن في كل حالات في كل حالات أؤكد على ذلك أنه فيه أطر قانونية لحتى في حالات الإنسداد هناك ممكن إتخاذ إجراءات لضمان الصير الحسن للمرفق العمومي وضمان ما يتطلبه أبناؤنا بالنسبة للمطاعم المدرسية إن شاء الله إذن سؤال أخير سيد عمارة هل ظهرت معالم التقسيم الإداري الموجهة إلى منطقة الهضاب الذي تحدث عنه أيضا الوزير بكتر هذا كان أولا بقرار من فخامة رئيس الجمهورية لنظر في التقسيم الإداري وأنتم تعرفوا أنه كانت فيه عشر ولايات منتدبا أنشئت بالجنوب وطبعا في منظور السلطات العموبية هناك ولايات منتدبا تنشأ على مستوى الهضاب العليا وهي كمحرك للتنمية والنهوض بهذه المناطق نحن نقيم الآن ما توصلنا إليه بالنسبة للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب في سيرها في نشاطها في الآخره ونطمح إلى تدعيمها وإعطاء إضفاء عليها أكثر أكثر فعاليا لأن هذه الولايات المنتدبة في تصورنا ممكن تنشأ كولايات كاملة الصلاحية مستقبلا وبالتالي لابد بالمرافقة حتى تصل إلى هذا المنظور الآن تصور موجود لكن يرجع لأصحابه في وقته إن شاء الله إذن سيد لخضر المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية كنت معنا مباشرة في ستوديو نشرة المحلية شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات في خصوص موضوع البلديات وأيضا الموضوع المرتقب هذا الخميس أو اللقاء الذي سيجمع